مجزا العاشرة من الو تي في أهلا بكم فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم إيران عند السابع صباحا بتوقيت المحلي اليوم للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة يذكر أن الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بدأت بالتزامن معها انتخابات الدورة السادسة للمجالس الإسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكملية لمجلس خبراء القيادة وخلال أدلائه بصوتها أكد سيد علي خامني أن يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني لافتا إلى أن الشعب الإيراني في يوم الانتخابات يقرر مصيره ويبني مستقبله وأكد أيضا أن الشعب الإيراني هو من سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته في الانتخابات قائلا أدعو الشعب الإيراني للمشاركة وتقرير مصيره والمستقبل رأى رئيس الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا عباس عراقجي أن المفاوضات أقرب إلى توصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى مؤكدا أن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بسبب نهج إيران وذكر أن طاقم المفاوضات الإيراني أحرز تقدما جيدا وملموسا في مختلف القضايا في المحادثات الجارية في فيينا مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الملفات الأساسية التي تحتاج إلى التفاوض وأوضح عراقجي أنه يجب على كل الجهات المشاركة في مباحثات فيينا اتخاذ إجراءات صارمة وأن بلاده اتخذت بالفعل قرارا صعبا والتزمت به رغم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي على يد الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب أعلنت هيئة أوجيرو عن عطل كهربائي ترأى في سنترال البروك بسبب الضغط على الموالدات ما أدى إلى توقف خدماتها ضمن المنطقة المذكورة وقد بشرت الفرق الفنية العمل على متابعة الموضوع أضفت قائلة شكرا لتفاهمكم أيضا حياتيا أكد رئيس تجمع أصحاب الموالدات عبدالسعاد أننا نعاني راهنا من أزمة فنحن لا نجد المزوت بالسعر الرسمي أما إذا صح القول أن لا أزمة مزوت فنحن لم نستلمه والمزوت إذا توافر في السوق السوداء يبلغ سعر صفيحته خمسين ألفا لكننا سبق واتخذنا قرارا بمقطعة الشراء من السوق السوداء لذا مخزوننا إلى تناقص وأشار سعادي إلى أنه السابق وطلبنا وزير الطاقة بالسماح لنا بالتزود بالمزوت من المنشآت أقله يومين في الأسبوع لأننا صراحة لا نجد هذه المادة فالسوق نشف لكن لم نجد تجاوبا مع مطلبنا وكنا وعدنا بإصدار قرار يسمح لنا بالتزود من المنشآة بمؤذرة القوى الأمنية التي سيكون عليها مراقبة عمليات تسليم المزوت من المصافي ومن الشركات إلى توزيعه بحيث يذهب بشكل عادل إلى كل الناس إلا أن هذا القرار لم يسر بعد ولا يزال ينتظر التوقيع مدير عام المنشآت وكشف سعادي أن مخزون أصحاب الموالدات يكفي فقط لـ 48 ساعة وقال سنضطر بعدها إلى أطفاء الموالدات مشيرا إلى أن الموالدات تؤمن اليوم 20 ساعة تغذية بدلا من مؤسسة كهرباء لبنان وأن التغذية لم تتحسن رغم فتح الاعتمادات واستلام لفيول بهذا نختم موجز العاشرة نعود لمتابعة يوم جديد مع زميلة ماي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر